اشتركوا في القناة ودافعين الاخرين عن حقوق الانسان وفي هذا الصدد نرحب بقبول الحكومة نشر التدابير المتخزة لتنفيذ توصيات التحقيق السري للجنة منهضة التعذيب ونحس الحكومة على ابلاغ المجلس سريعا عن التدابير المتخزة في هذا الصدد تدعي مصر ان بعض التوصيات مقبولة وتم تنفيذها بالفعل هذا خادع ولا يعكس الواقع الموثق من قبل المجتمع المدني وخبراء الامم المتحدة والامين العام للامم المتحدة فعلى سبيل المثال زعمت مصر انها نفذت توصيات بشأن ضمان حقوق المدفعين عن حقوق الانسان وحمايتهم من الاعمال الانتقامية ومعاقبة مرتكب الاعتداءات ضدهم وضمان حرية التعبير والصحافة وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بالاضافة لمنع استخدام قوانين الارهاب لحصار الحقوق والحريات نذكر ايضا بالاعمال الانتقامية ضد الاشخاص الذين تعاونوا مع المقررة الخاصة المعنية بالسكن خلال زيارتها لمصر عام 2018 ولم تتم اي زيارات منذ ذلك الحين نود التسكير ايضا بان المدافعين لا يزالون في السجن بسبب مشاركتهم مع الامم المتحدة كما ان زملائنا لم يتمكنوا من الصفر للمشاركة في الاستعراض الدوري الشامل بسبب حظر الصفر والتهمة التي يمكن ان تؤدي الى السجن لمدة 25 عاما السيد نائب الرئيس تحس الحكومة المصرية بشكل دوري على ضرورة التعاون والحوار وهو ما انتهجت عكسه تجاه الاستعراض الدوري الشامل شكرا 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 جديد